واستعرض سمو للعاد رئيس مجلس الوزراء مع أمير دولة قطر خلال استقباله في قصر اليمامة بالرياضة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين كما جرى استعراض المستجدات الراهنة خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف العدوان عليها وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل بالإضافة إلى بحث سبول دعم الأمن والاستقرار في المنطقة